الآن لنرى كيف نحل نظاما من معدرتين خطيتين بالحذف باستعمال الضرب إذا كان لدي نظام مثل هذا النظام يصعب علي إيجاد قيمة السين بدلالة الصاد أو قيمة الصاد بدلالة الصاد لأن معاملات السين والصاد ليست واحد وإذا جمعتها مباشرة لن أتخلص من أحد المتغيرين فماذا أفعل؟ أحول هذه المعادلة إلى معادلة أستطيع جمعها لأتخلص من أحد المتغيرين كيف؟ فالأخطر مثلا أن أتخلص من الصاد إذن يجب أن أجعل معامل الصاد في هذه المعادلة هو النظير الجمعي لمعامل الصاد في هذه المعادلة إذا جمعتها أتخلص منها فإذا ضربت هذه المعادلة في ثلاثة وضربت هذه المعادلة في سالب 2 فماذا سيحصل؟ فلنضرب المعادلة 3 في 4 بـ 12 سين 3 في 2 بـ 6 صاد 3 في 8 بـ 24 سالب 2 في 3 بـ 6 سين سالب 2 في 3 صاد بـ 6 صاد سالب 2 في 9 بسالب 18 الآن لو جمعت سأتخلص من هذه الصاد فإذن أجمع 12 سين ناقص 60 سيبقى 60 6 صاد ناقص 6 صاد يصبح 0 لا أكتبه وهنا 24 ناقص 18 بـ 6 أصبحت معادلة في مجهول واحد أستطيع حلها أقسم الطرفين على 6 6 فأحصل على سين تساوي 1 حصلت على السين الآن أعوض في واحدة من هذه المعادلتين حتى أحصل على الصاد فلأعوض في هذه المعادلة 4 بدل السين أضع 1 زائد 2 صاد يساوي 8 وسط 4 في 1 بـ 4 زائد 2 صاد يساوي 8 أتخلص من هذا الجمع أطرح أربعة من الجانبين فيصبح 2 صاد يساوي 8 ناقص 4 بـ 4 أقسم الطرفين على 2 الصاد ستساوي 2 وهذه السين وهذه الصاد إذن وجدت الحل والذي هو واحد وثانا ترجمة نانسي قنقر